شكراً سيد عدنان ونكمل الحوار بعد الانتهاء المنتدى الدكتور حسن بزي دكتور في علم التاريخ وأستاذ في الجامعة اللبنانية باحث ميداني في تدريس اللغة العربية وفي خصائص المجتمع العربي الأمريكي أصدر منهجاً دراسياً لتدريس اللغة العربية في المخترب يقرب النص المدروس من واقع الطفل المخترب ويبسطها كما وقدم أبحاث حول الجارية العربية الأمريكية بطلب من وزارة الخارجية الأمريكية الدكتور حسن نشتاق إلى مشاركته لا لأن لطلته طرافة وخفة دم معروفين فحسب بل أيضاً لأنه يقدم معلومة بشكل سهل الهضم يسير التناول يقرأ لنا اليوم من فيروزيات الشعر الغنائي فليتقدم شكراً للتصحيح وزارة الخارجية اللبنانية مساء الخير على سبيل المزاع أحد الأصدقاء شاف الإعلان موجود بالقاعة ويمدون نقول اسمه تعرفوا على الثورة مش عما تعلن عن قادتها فقال لي اليوم عندك عن الشعر الغنائي والفيروزيات قلت له إيه والله قال لي بس فيروز نحس قلت له نحس لك معقولي فيروز تصير نحس الغنّت للقدس احتلّت غنّت للشام دمّرت غنّت لبيروت خرّبت غنّت لغير الوروار قرب غير الوروار غنّت عهدير البوسطة تعرفوا حكاية البوسطة وحرب الخمسة والسبعين غنّت لشادي ضاع شادي فبالنهي هناك رجاء من فيروز شي موّال أو شي أغنّي للطاقّم السياسي اللبناني مركب صعب أن تختار من اللغة أجملها ومن الشعر أعدبه حيث يُتهم من يختار أحياناً بالذاتية والمستوى العالي فكان خياري بالنسبة إلى ضوقي المتواضع اللجوء إلى عالم الفيروزية والسيدة فيروز التي غنّت لكبار الشعراء الأخوان الرحباني سعيد عقل نزار قباني أحمد شوقي الأخطر الصغير وغيرهم وغيرهم من كبار الشعراء أما في قراءة اليوم اخترت مباقة ملونة من الشعر نبدأ بها بأبيات لمحمود درويش تتماهى مع الطورة المباركة في لبنان ومع الحراك في سائر الساحات العربية وهناك ثلاث قصائد غنتها فيروز بصوتها قصيدتان لشاعر مغمور وقصيدة للأخطر الصغير ستنتهي الحرب ويتصافح القادة وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم المطل لا أعلم من باع الوطن ولكني رأيت من دفع الثمن أما أنا فسأدخل في شجر التوتي حيث تحولني دودة قز خيط حرير فأدخل في إبرة امرأة من نساء الأساطير ثم أطير كشال مع الريح أحببتك مرغما ليس لأنك الأجمل بل لأنك الأعمق فعاشق الجمال في العادة أحمق بلد يولد من قبر بلد ولصوص يعبدون الله كي يعبدهم شعب ملوك للأبد وعبيد للأبد كل نهر وله نبع ومجرى وحياة كل أرض ولها ميلادها كل فجر وله موعد ثائر أحمد درويش شاعر غنت له فيروس طلق علومه الدينية في النجف وانتسب إلى الرابط الأدبية فيها رغم دراساته الدينية لم يتنكر لشاعريته حيث ركز على النشيد الديني والوطني وبعض الاجتماعي منها واحتفظ بالغزليات لنفسه إلى أن وشى به أحد أصدقائه إلى عاصر رحمدي الذي مهر بغزليات شاعرنا وبما اكتشفه من قصائد في جعبة طالب الحوزة الدينية وتم اختيار مجموعة من شعره تردد شاعرنا بالتنازل عنها خوفا على مكانته وكأنه مرتكب له شجري مبيري مكانته وبيئته المحافظة وفي النهاية قبل شاعرنا الاتفاق بأن تغنى قصائده بشرط عدم ذكر اسمه شاعرنا هو الشيخ علي بدر الدين من قرية حاروف قضاء النبطية ولد في العام 1949 وتوفي في العام 1908 اخترت من شعره قصيدتين كيف توفي؟ شهيدة، توفي شهيدة توفي شهيدة توفي شهيدة شهيدة اذا ساختار من قصائده قصيدتين بما يتسع من الوقت وهد غنتهما السيدة فيروس القصيدة الأولى أنا يا عصفورة الشجني مثل عينيك بلا وطني بي كما بالطفل تسرقه أول الليل يد الوسني واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن أنا لا أرض ولا سكن أنا عيناك هما سكني راجع من صوب أغنية يا زمانا ضاع في الزمن صوتها يبكي فأحمله بين زهر الصمت والوهن من حدود الأمس يا حلما زارني طيرا على غصني أي وهم أنت عشت به كنت في البال ولم تكني أنا يا عصفورة الشجني أنا عينيك هما سكني القصيدة الثانية حسنت لم لمت ذكر لقاء الأمس بالهدب ورحت أحضنها بالخافق التعبي أيدي تلوح من غيب وتغمرني بالدفئ بالضوء بالأقمار بالشهب ما للعصفير تدنو ثم تسألني أهملت شعرك راحت عقدة القصب رفوفها وبريق في تلفتها تثير بي نحوها بعضا من العتب حير أنا يا أنا والعين شاردة أبكي وأضحك في سري بلا سبب أهواه من قال إني ما ابتسمت له دنى فعا نقدي شوق إلى الهرب نسيت من يده أن أسترد يده طال السلام وطالت رفة الهدب حيرا أنا يا أنا أنهد مضعبتا خلف الستائر في أعياء ملتقبي أهوى الهوى يا هلا إن كان زائرنا يا عطر خيم على الشباب وانسكي بسي 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 طبعا هي عصيرة بتعرفوها بس بحبها ما باعرف زوء كنون للا أخطر الصغير بشارة الخول يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحة كعاشق خط سطرا بالهوى ومحى من بسمة النجم همس في قصائده ومن مخالسة الضبي الذي سنحا قلب تمرس باللذات وهو فتت كبرع من لمسته الريح فانفتحا ما للأقاحية السمراء قد صرفت عنا هواها أرق الحسن ما سمحا لو كنت تدرين ما ألقاه من شجن لكنت أرفق من آسى ومن صفحا غدا تلوحت بالآمال بأسمة لان الذي طار وانقاد الذي جمحا فالروضو مهما زهد فقر إذا حرمت من جانح رفا أو من صادح صدح شكرا شكرا